تحويل الأموال أونلاين إلى أي مكان في العالم بوسط وسترين يونيوم السلام عليكم معاكم أنوار سنان وأهلا وسهلا عندي في القناة موضوع اليوم هيكون عني الحوالات المالية كيف ترسل إلى أي شخص موجود في أي دولة بوسط وسترين يونيوم ليش؟ عشان هي الشبكة الأوسع والأسرع لتحويل الأموال في العالم لحد الآن ما أعتقد أن في حد معا يتابع هذا الفيديو ما شاف ذا اللوغو في الشارع أكيد شفته هذا تبع الوسترين يونيوم واحتمال أنت أو أخوك حد من عيلتك ارسل أو استقبل فلوس عن طريقهم وعشان أنت ترسل بتروح لأقرب وكيل وتأخذ طابرة عند الكاشير وتدفع الفيز واحتمال تكون غالي عليك فليش هذا كله؟ ممكن أن تسوي الموضوع بنفسك أونلاين بس تابع معي إلى الفيديو الأخير كل اللي تحتاجه لابتوب والتلفون يكون عليه التطبيق سيب لك رابط أسفل في الوصف وطاقتك البنكية والحسابك البنكي تطبق الخطوات موضوع مرئيزي والعمولة تكون متش متش شبر من أنك تروح عند الوكيل يعني تكون رخيصة عليك وحتوفر كثير إذا أنت بتحول لفلوس كثير تمام؟ الموضوع تنسح خليكم معايا، الآن اشتركوا عندي في القناة، فعل جلس الإشعارات، لايك، كومنت أسفل، وشاركوا في السوشيال ميديا، ويلا بينا نبدأ بسم الله، في البداية تروح إلى موقع وسترين يونيون، أنا بسيب لها الرابط موجود أسفل في الوصف، تدخل عليه، بيفتح معاك احتمال الموقع بنفس ذا الشكل، احتمال يختلف لأنه يعتمد على الدولة اللي أنت فيها، فلو فتح معاك على دولة ثانية، أنت ممكن تغير تجعل أخير، حتلاقي نفس ذا الخيار فيه تقريبا كل الدول، أنت بتختار الدولة اللي أنت موجود فيها، ومثلا الناس اللي في السعودية بيكون معاهم بالعربي بنفس ذا الشكل، لما أنت تسجل عندهم في الموقع بيكون حسابك سعودي، والصفحة تكون هنا مخصصة بيحكي لها على الوكلة وزي كذا، لإمارات نفس الكلام لما تنجي حساب بيكون إماراتي وهنا بيحكي لك على خدمة وسترين يونيون في الإمارات، والموقع هو بيفتح معاك على حسب يعني الوسترين يونيون المتاحة في بلدك، يعني فيه نسخة لبريطانيا، نسخة لألمانيا، نسخة خاصة لكل دول العالم، الموقع كيف ما فتح معاك، أنا بوريك كيف تسجل وكيف ترسل الفلوس، والأمور تمام، ما راح تحتاج شيء، الآن أنت أول ما يفتح معاك تيجي على رجسر، أول اشتراك التسديل، أنت تدور على ذي الكلمة وتضغط عليها، بتفتح معاك ذي الفورما تعبيها الخاصة بـ Create a profile. إنشاء حساب، هنا بيدكرك أن هذه البيانات ضرورة تكون حقيقية زي الـ Government issued ID يعني زي هويتك، اللي هي Passport، رخصة قيادة، ولا البطاقة الشخصية، لأنه فيما بعد احتمال يطلب منك صورة لها، ولا تعبي البيانات ومكان الإصدار وزي كذا، فالله أعلم متى بيطلبها منك، بعد ما تنشأ الحساب، ولا أول ما تجي تعمل حوالة، ولا بعد ما تعمل عدة حوالات، ولا تعمل حوالة بمضلق كبير، فأنت توقع ذا الشيء، تحقق من هويتك، إذا شافوا أشياء مختلفة يسكروا حسابك، واحتمال يحرموك من استعمال الخدمة من مدى الحياة، أوكي، فالآن أنت تعبي البيانات الخاصة فيك First Name، اسمك الأول، والMiddle Name، والLast Name، والبريد الإلكتروني، كلمة المرور، أنا بعبي ذا البيانات، وبضغط على Continue الآن بيطلب مني أعمل الـ Verification، رسل لي كود من أربع خانات على الإيميل، أنا أحطه هنا وأعمل على Continue هذا هو الكود عندي في الإيميل، أضغط على Continue الآن فتح معنا حساب الوسر كما ترى، ومسجل الدخول عليه، بشكل افتراضي، فهتح لي على صفحة Send Money Online، إرسال الأموال عبر الإنترنت، فإذا فتحت معك صفحة ثانية، أنت تأتي من هنا على Send Money، وتكون معك بنفس هذا الشكل بالنسبة للغة، تقدر تأتي من هنا تغير، أنا عندي إنجليزة، ما عادي مو مشكلة، كل شيء واضح، أنا بترجم لكم نجي الآن نعبي البيانات هذه، تختار أولاً Receivers Country، البلد اللي فيها مسلم الفلوس، أنت يعني لفين بترسل الفلوس؟ إذا الشخص هو مقيم في اليمن، أنت بتختار اليمن، لأنه إذا اخترت دولة أخرى، ما راح يقدر يسلم الفلوس، المهم كل الدول تقريباً موجودة، لأن Western Union هي الشبكة الأوسع لإرسال الأموال حول العالم، أنا مثلاً برسل إلى عومان، بكتب عومان، حددنا عومان، هنا بيقول لي Send amount، كم المبلغ اللي أنا برسله؟ 22 دولار، بس خليني أعدل المبلغ 200، بيتم مصارفتها إلى 74.44 ريال عماني، بحسب سعر الصرف هنا، وأعتقد أنه ثابت لأن هذه الدولة مستقرة، تمام؟ فهنا بيسألك How does your receiver want the money؟ كيف المسلم هو يريد إسلام الأموال؟ طبعاً في دول أخرى في عندك عدة optionات مثلاً إسلام إلى حساب بنكي وغيرها من خيارات، فأنا حالياً عندي متاح cash pick up يعني هو بيروح الواحد من فروع Western Union القريبة، وبيسلم الفلوس cash ليده، أنا أعتقد ذلك هو أفضل خيار، تحدد cash pick up وهنا يقول لك How would you like to pay؟ أنت كيف تدفع لنا؟ عندك خيارين، الدفع online أو الدفع في الاسور؟ طبعاً إذا الدفع في الاسور، أنت ليش أصلاً بتتابع ذا الفيديو، فهذا مش مخصص لي، أوكي؟ فأنا بختار pay online، لأنه الدفع online، لأننا نشرح كيف ترسل الفلوس عبر الإنترنت باستعمال Western Union، هنا نحن عندنا عدة خيارات bank account، الإرسال عبر التحويل البنكي، وذا على فكرة الأرخص، ولكن يتأخر يعني من يوم إلى أربع أيام، هذه معالجة الحوالة، لحد ما يكون عندك MTCN، رقم حوالة، والرسوم ستكون على المائتين، هداعشر دولار، طبعاً أنا ما أريد تحويل البنكي، لأنه يتأخر الرجال الآن هو مستني هناك، لديه الفلوس، وعندك كمان هنا خيار debit card، هذه البطاقة البنكية العادية، وهذه credit card، البطاقة الإتمانية، لاحظ أن البطاقة الإتمانية رسومها أعلى من البطاقة العادية، لأن الـ debit card أنت بتخصم من فلوسك اللي هي حالياً في البنك، أما الـ credit card هذه تعتبر مديونية، ترجع تسددها آخر الشهر، وتصفي حساباتك أنت والبنك، المهم أنا بختار debit card لأن هذه هي المتاحة معايا، المبلغ اللي بنخصم من رصيدي هو مائتين وخمس عشر دولار، وراح يوصل إلى المستلم بريال العماني أربعة وسبعين فاصل أربعة وربعين ريال العماني، أي ما يعادل مائتين دولار، آآ أنت هنا عندك إذا عندك تجي تحطه هنا، على فكرة ذا الـ أنت بتجيبه مع استعمال المنصة أكثر فأكثر، بيكون عندك أنا حالياً ما عندي أي ريووردس، أنت هذه النقاط تقدر تبدلها وتحصل على برومو كود تحطوه هنا وتحصل على لإرسال الأموات، فأنا حالياً ما عندي، فبضغط على continue، أنا بقول لك حماية نفسك من الاحتيال، وبيدي لك تعليمات، أنت المين ترسل فلوس في الحالات التالية وزي كذا، وإذا في أي عملية نصب ممكن تتواصل معهم على الـ hotline وزي كذا، المهم تعمل accept، الآن تجي تعبي بيانات مستلم الفلوس تعبي كل البيانات اللي أنت تعرفها بحسب الهوية تبع مستلم الفلوس، وتكون صحيحة، عشان من بعدين ما تتحلبط تعمل تعديل الحوالة وزي كذا، وهنا تستعمل الحروف الإنجليزية لأنباق الوغات ممتاحة، تبدأ تكتبها الـ first name للـ receiver، الاسم الأول للمسلم، اسمه مثلاً سليمان، هنا تضع الـ middle names، عندك الاسم الثاني والثالث، أوكي، كتبناهم receiver's last name، تضع اللقب عبين البيانات، ولكن أنا مخفيها، عشان تدير الحاجات حساسة برايفسي، معلومات شخص، هنا عندك الـ email address، optional، يعني مو إجباري، أنا أفضل بس تضع رقم التليفون، يكفي، نكتب رقم الجوال، الخاص بالمسلم، تمام، ونأتي على continue، بيأخذك الآن إلى payment information، معلومات الدفع، تبدأ تضيفها، أنا عندي بطائق مضافة سابقاً، خلوني بس أوريكم أنت وما بيكون عندكم شيء، فبتضيف added new card، إضافة بطاقة جديدة، وتبدأ تعب البيانات card number، رقم البطاقة، تضعه هنا كامل، هنا expiration date، تاريخ الانتهاء بصيغة mmyy yyy هذه السنة، يعني عندك خانتين بس، إذا سنة 2022، تضع بس 22، وهنا رمز الأمان CVV، موجود خلف البطاقة، بعدين تبدأ تعبي the billing address الخاص فيك، يبدأ بالشارع address line 1، تضع اسم الشارع، بعدين اسم المدينة، تكتب اسم المدينة، بعدين state، الولاية، وبواء الدولة تحددها، وكمان zip code، تضع الzip code خاص بمنطقتك، وهذه البيانات ضرورة تكون مطابقة للبيانات اللي انت اعطيتها للبنك، لما انت اصدرت البطاقة، اوكي، وبعدين تعمل continue to review، انا اريد اضع بطاقة، واقدر استعملهم على الوسترين يونيون، انا بحدد هذه البطاقة، لانها لسه جارية المفعول، اما هذه انتهت، فهنا بحط رمز الأمان، الخاص بالبطاقة، كتبته، وهذا the billing address الخاص بالبطاقة، وبعمل continue to review. الان بياخذك الى review and confirm المراجعة وتأكيد الطلب، انت هنا بتتراجع معلوماتك، يعني المرسل، وهنا معلومات المسلم تعمل لهم مراجعة، وكمان تراجع المبلغ والفيز والإكس اتشينج ريت، تمام؟ يعني ومعلومات عن الخدمة، تضغط على continue لتأكيد الطلب، انا بضغط على continue، الان بيقولي your money is on its way، الفلوس بالطريق، وانه بيعطيني الريسيب على الإيميل تبعي، وانه تم الإرسال بنجاح، وهنا الpoints المكتسبة، total points، وصار transfer again، انا بعمل return to history، هلونا نجي هنا على history، ايوه، هذه هي transaction، وان الفلوس available، وانه يقدر استلمها من أقرب وكيل، يأخذ معاه الهوية، والMTCN number، رقم الحوالة، هذا اللي هو مكون من عشرة أرقام، هلونا بس أوريكم هنا details، هذه معلومات الحوالة، هي للآن غير مستلمة، هي لسه available، تقدر تعملها cancel، هنا edit receiver name، تعدل البيانات، اذا انت حابب تعدل، على الحوالة، تحط التعديل تبعك، وتعمل على continue، اوكي، انا بسوي cancel، yes، انا رسلت لهذا الشخص اليوم، صباح الفلوس 200 دولار، وهي صارت complete، يعني استلمها، زي ما نشايفين، اذا جئنا على details، ما عد في خيار cancellation، ولا خيار تعديل، خلاص، هذه الفلوس صارت مستلمة complete، وأنا جاييني، ايميل من Western Union، ان الفلوس تم استلمها، زي ما نشايفين، your monies، هذه monies اسة الملكية، مش اسة الجمعية يا جماعة، لأن money ما في لها جمع، been picked up، وهنا بعطيني details، وسعكم استلمها، وكم كانت العملة، على حسب الـ وزي كده، ومعلومات أكثر، طبعاً اللي أنا عملتها أمامكم، الحوالة، بعملها لأنه، أنا بس سويتها عشان أساب لكم الفيديو هذا الشرح، ما في داعي نرسل لرجال مرة ثانية مئتين دولار، إلغاء الحوالة cancel transfer، وقل لي اختار reason، هنا عندك اسم المستلم خطأ، أو غير مكتمل، transfer was late، الحوالة تأخرت، money transfer no longer needed، يعني هو ما عندك يحتاج فلوس، أو الأثر، أنا بختار هذه money transfer no longer needed، أضغط عليها، review cancellation، وقل لي مراجعة الإلغاء، أنه بيأخذ حوالي سبع أيام عبالة الفلوس ترجع لحسابي البنكي، أنا بعمل تأكيد للإلغاء، confirm cancellation، لا أدري ما له زر confirm cancellation، ما يعمل، أنا جاييني الآن على التليفون و SMS أن الفلوس رجعت، ذا خلاص، آخر شيء ما عند، باقي شيء غيره، خلونا نجعل في السرين نشوف، وخلاص، الحوالة الآن صارت cancel، تم إلغاءها زي ما أنتوا شايفين، اللي إحنا سويناها الأخ سليمان، تحت رقم MT60 هذا، والفلوس أريدي رجعت لي، ما أخذت دقائق لحد رجعت، لأن البنك اللي تعامل معه جدا سريع، بعكس باقي البنوك، احتمال تأخذ ثلاث أيام، سبع أيام بالكثير، المهم، هذا كان كل شيء عند اليوم، شرحنا لكم كيفية الإرسال للأموال عن طريق وسترين يونيون، من حد إنشاء الحساب على الموقع، إلى إسلام الفلوس، نحن عملنا حوالة، وصارت مستلمة، ووريناكم الإثبات للإسلام، كمان عملنا الحوالة الثانية، ووريناكم كيف واحد يسوي التعديل، وكيف واحد يلغي الحوالة، وهذا كان كل شيء عند اليوم، لا تنسوا تشتركوا عندي في القناة، وتفعلوا جرس الإشعارات، وتشوفوا الفيديوهات السابقة الموجودة عندي، وكما أن، دائمًا زوروا مدونتي على الإنترنت، أنورسلان.com، أسيب لك الرابط الأسفل في الوصف، وضع لها بوك مارك عندك، وضمتم في رعاية الله، الفيديوهات السابقةvideo الحكوم الثانين ترجمة نانسي قنقر